طيب هناك يعني دكتور عبيد الوسمي أينما يمشي ويسير تسير الإشاعات عبيد قال عبيد سوى عبيد سوى على قولتك يعني أنا لست مسؤولة عن فهم الآخرين وعن عقول الآخرين هناك الآن حديث كثير أن دكتور عبيد الوسمي مدعوم من شخصيات من شيخ من الآخر من أحمد الفهد من آخر الآخر ما أنا أقول لك الشيخ اللي يدعمني هذا شيخ أحمق يعني أنا آصف جدا الشيخ اللي يدعمني الله ما عنده صار الله لو ليني يدعمك ونا الشيخ نسحبه يعني فليش ليش أحمق لسبب بسيط يعني أن لدي قناعة دائما أعلنها للكافة أن سبب الخلل والفساد السياسي في الكويت سببه أمرين تاجر جشع وشيخ طامح بغير مبرر للحكم والنفوذ وكلاهما يعتقد بأن المعادلة السياسية تدور حول الجانبين هم يعتقدون يعني الآن مثلا لما تقول لرأي لا يصب في مصلحة الإقطاع بالكويت على طول يتهمونك إيش؟ إنك من فداوية الشيخ لما تقول رأي لا يتعارض مع توجهات مؤسسة الحكم أو الفاعلين في القرار السياسي يعتقدون أنك مدعوم أو مدفوع من التجارة أنا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني أحترم كل من هو محترم سواء كان شيخ ولا بنغالي يعني أحترم الرجل الاحترام والتزامة يعني ولذلك أنا مدعوم من الناس اللي وقف معاي هم الأفراد العاديين ترجمة نانسي قنقر